التوجهات الكبرى تعزيزا لسلطة الرقابة البرلمانية يؤكد السيد رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون على ضرورة وضع آليات فعالة تسمح للبرلمان بممارسة مهامه كاملة في مراقبة وتقييم عمل الحكومة من خلال تعزيز سلطة المنتخبين لسيما المعارضة البرلمانية في وضع جدول أعمال جلسات غرفتي البرلمان تكريس جلسة كل شهر على الأقل لمراقبة عمل الحكومة وتقييم السياسات العمومية بحضور الوزير الأول أو رئيس الحكومة وفقا للصيغة المختارة وأخيرا تمكين المنتخبين من تشكيل لجان تحقيق برلمانية حول وقائع محل تحقيقات قضائية كما يتعين أيضا مراجعة تشكيلة مجلس الأمة بما في ذلك آلية تعيين الثلط الرئاسي من أجل إعطاء الأولوية للكفاءات العلمية مع مراعاة التمثيل الوطني مع تقييم موضوعي لإمكانية توسيع سلطة مجلس الأمة في تعديل القوانين ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر